بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الستاتيكا الشابتر الثاني Statics of Particles بالنسبة للمحتوى الشابتر الثاني رح نبدأ بمقدمة عامة ثم نتطرق إلى المحصل لمتجهين resultant of two forces بنعرف أنواع الvectors بنتعلم ازاي نجمع two vectors or more than two vectors بنتدرج بعدين نحو resultant of sever concurrent forces يعني القوة التي تتقاطع في نقطة واحدة مهما كان العدد متاحها نواصل بعد ذلك مع مكونات نتطرق إلى موضوع unit vectors addition of forces by summon components ازاي نجمع الفورس عبر جمع مكوناتها بعد ذلك نذهب إلى the equilibrium of a particle ونتطرق فيه إلى موضوع التوازن ونشوف تعريف free body diagrams ونختم مع rectangular components in space in 3D I mean بنشوف مع بعض الجزء الأول وبنسبة الجزء الأول نتطرق إلى المقدمة resultant of two forces وتعريف الvectors the objective of the current chapter is to investigate the effect of forces on particles يعني احنا نخلوا بالكم هنا بندرس particles ما بندرس rigid body اهدفنا في الشابتر هذا is to replace multiple forces acting in a particle with a single equivalent or resultant forces يعني لو انا عندي العديد من القوة مطبقة على particle معين رح يكون عندها محصل واحد موازي بنجيب كم القيمة متاعه وبنجيب كم الزاوية أو direction الهدف الثاني ازاي نجيب relations between forces acting on a particle that is in state of equilibrium يعني كيف رح نجد العلاقات بين القوة التي تكون في حالة توازن الآن خلينا مع بعض بنشوف حكيت particle احنا كنا تطرقنا إلى هذا في المقدمة في الشابتر الأول بنعيد ذلك كتذكير the focus on particles doesn't imply a restriction to minuscule bodies يعني احنا لما بندرس البارتكول لا يعني أننا ندرس أجسام صغيرة الحجم بل يعني ذلك أنه مهما كانت الأجسام المدروسة كبيرة أو صغيرة نحن رح نختصرها إيش في نقطة مثلاً لو خذنا السيارة هذه بالنسبة إلي ما تهمني أبعادها ورح أمثلها على أساس أنها جسيم نقطة يعني بارتكول بالمر الآن إلى محصل القوة or resulting of two forces رح نبدأ ب two forces وبعدين بنمر إن شاء الله إلى three or more forces كتعريف الفرس كتعريف الفرس it is the action of one body on another characterized by its point of application its magnitude line of action and sense بالنسبة إلى point of application هي نقطة التطبيق المagnitude هي القيمة هنا مثلاً عشرة pound والline of action هذا هو line of action أو خط تطبيق القوة والsense هو ليحدد الاتجاه experimental evidence shows that the combined effect of two forces may be represented by a single resultant force لو أنا عندي force P و Q يمكن أني أرسم المحصل وهو the combined effect of two forces the resulting is equivalent to the diagonal of the parallelogram which contains the two forces in adjacent legs يعني لو عندي أنا قوة P و Q المحصل هو ال-diagonal R بالنسبة لمتوازي الأضلاع المتكون هنا وشي المهم هو force is a vector quantity يعني هو متجاه